حياكم الله يونس موسى لاعب نص ميلان بعد الخسارة من بارما يقول أثنان مبارا ما كنت أعرف أضغط بشكل عالي ولا أظل في مكاني تدرون شو يعني أن اللاعب يكون محتار في الملعب ومعارف وين يتحرك معنا غياب الهوية الفنية للفريق والمدرب نفسه مو عارف يوصل أفكار اللاعبين ولا اللاعبين فاهمين أدوارهم مع الكرة أو من دون كرة طبعا ميلان من مبارتين حصل نقطة واحدة تعادل مع تورينو وخسر من بارما والشي الجميل أنه مثبت نفس الأفكار شو يعني نفس الأفكار؟ مستقبل أربع هداف بنفس الطريقة يعني لما يكون عندك سلبية أنت تعالجها لا ميلان مصمم عليها هدفين من تورينو تحولات هجومية مساحات كبيرة بطراف الملعب سواء عند كلابريا أو ثيو لأن الفريق مو ضاغط بشكل عالي فالفريق الخصم يتحول بسرعة ضد بارما من أول دقيقتين ميلان فاتح الملعب على طول تحول هجومي طبعا لو تشوفون الوقفة الجهة اليمين كلها فاضية ثلاث لاعبين تحت كلابريا تارك مكانة وبسبرونت واحد يأخذه بشكل سهل جدا وثيو متأخر عن اللاعب دينسمان اللي سجل هدف الأول لبارما حلو هدف بارما الثاني نفس الطريقة كرة عشوائية ملياو تنقطع من نص الملعب مساحات يعني أخذ راحتك انطلق اللاعب بدون أي مضايقة ما فيه ولا لاعب ضغط عليه عرضية سهلة الجهة اليسار ثيو ما دروينها بالضبط ولاعبين نص هم أحد يدروينهم بالضبط وسجل بارما الهدف الثاني الحين السؤال لفونسيكا انت شو نتابع من الفريق فونسيكا بالتحضيرات الصيفية عطانا محاضرة يابي نقطتين أبي دايما أكون الفريق المبادر أبي أستحوذ منطقة الخصم وهني السؤال هل أنت عندك اللاعبين اللي عندهم القدرة أن يستحوذون في منطقة الخصم هل عندك اللاعبين اللي تكنيك الاستلام والتسليم عندهم عالي؟ هل عندك اللاعبين اللي يتحركوهم من دون كرة بشكل ممتاز؟ لا لأن أنت عندك لاعب واحد فني فقط اللي هو تيجاني رايندرز وهو الوحيد اللي قادر يستلم ويغير مسار جسمه ويصنع فرص لوفتسشيكا ما عندها القدرة فوفانا لا الحين ما عرفنا خيرة من شرة والمفروض ما عندها القدرة بعد يونس موسى بعيد كل البعد عن هالشيء اسماعيل بن ناصر عنده بس اسماعيل بن ناصر خارج حسابات الفريق لذلك مسألة مداورة الكرة ومع نوعية الأجنحة للميلان ونوعية الأظهرة في الميلان فريق ككل ما عندها القدرة شو الفكرة الثانية اللي بيها فونسيكا أبي دائما أضغط بشكل عالي وأحرم الخصم أن يطلع من منطقتها وإذا خسرت الكرة أبي أسترجعها بشكل سريع زين تبي تسترجعها بشكل سريع وإنت عندك بعض اللاعبين اللي عيب عندهم الأمور الدفاعية ولعبين نجوم من أمثال رافيا اليو رافيا اليو مع الكرة ممكن يطلع لك بمهارة يراوغ يسجل يعطيك أسست بس بالمنظومة الدفاعية خارج المنظومة الدفاعية وحتى أنا تكلم في وسائل التواصل الاجتماعي اليو وثيو اللي هم يعتبرون نجوم الفريق خارج حسابات الفريق من الأمور الدفاعية تقول كأننا متكبرين نحن نجوم الفريق ختمنا اللعبة ليش ندافع؟ نخلي اللاعبين يبرزون نفسهم فولي سيتشي ونسموسة فلان ولا علان هم اللي يدافعون لحنا نتمشى في الملعب وإذا الكرة عندنا نلعب مع بعض ومن كل عشر كرات ممكن سجلك هدف أو أطلع لك مراوغة حلوة وهذا أمر سلبي كارثي لما من عشر كرات أنت تسجل هدف ولا تلعب تميرة حلوة أو يكون عندك مراوغة جيدة مو معناها أنت لاعب جيد إذا ما تخدم تكتيك المدرب وتتحرك والضحي وتجري تمام منك فايدة كم مرة في مباراة تورينو أو بارما الياو عندها حالة واحد ضد واحد تميرةها ما تكون حلوة تزديدة تكون سيئة تنقطع من الكرة وثيو نسى الدفاع والهجوم حرفيا أنا كعبدالله في شخص ممكن يقول لي ليش ما تنتقد مثلا كلابريا كلابريا هذا كلابريا مولود كلابريا وراح يموت كلابريا ما راح يتحول لا مايكون ولا داني ألفس ولا كافو سامحوني بس لعب غبيا شنو أنتظر منه العتب مو على كلابريا العتب اللي لعب كلابريا ويعطيه شرط للكابتن أو أنه يتأخر وما يبله بديل أنا ما أنتظر تموري يصنع الفارق أنا ما أنتظر يونس موسى يصنع الفارق أو لاعبين هوية دكة مثل أوكافور ولا يوفيش أنا أنظر نجوم الفريق فعتبي على الياو يكون كبير ثيو يكون كبير ممكن يكون بوليسيج لاعبين مؤثرين تيجاني رايندرس هم المؤثرين فكتبت أنا في وسائل التواصل الاجتماعي إذا تحسون أنه أنتو نجوم الفريق وختمت اللعبة وتحسون أنه أنتو أعلى من بقية اللاعبين ترى الباب يوسع جمل أنا باعتقادي عشان أختم موضوع ميلا إذا فونسيكا يبي يبني شيء للمستقبل مع ميلا ويبي يكون هو مدرب قادم وبقوة لازم يكون عنده لغة حادة إما أفرض النظام وشوف اللاعبين يناسبون هذا النظام وأضحي بالأسماء الكبيرة في دكة الاحتياط عشان أخدم النظام أو أجامل بعض اللاعبين وألعب على الفرديات بس في شخص ممكن يقول لي عبد الله هذين اللاعبين بنزعة هجومية ليش تطلب منهم أمور دفاعية لأنني أنا أطلب نجاح السيستم وأنا أذكر بصراحة عظماء النماذج اللي كان يطبقون الفكرتين اللي يبيهم في فونسيكا اللي هو الاستحواذ والضغط العالي ليفوربول محمد صلاحي دافع يعمل مع المجموعة فرمينيو نفس الشي ساديو مانيو نفس الشي أعظم كرة قد نشفتها بحياتي بشونا بب نيسي يدافع تشافي يدافع بيدرو يضحي حق ميسي ميسي يضحي حق ديفيد فيا أروح على الستيتي اليوم برناد دوسيلفا هالطول طولها متر يركض يعز على اللاعبين يضحي يحتك قوي صلب ذهنيا موجود دبروين نفس الشي سافيو اليوم نفس الشي هالند اللي هو المفروض ثقيل ومفروض ما يتحرك وما عند القدرة لا يدافع لأنه يعرف أنه فيه مدرب إذا حس أنه فيه أمر تكتيكي مو مفبوط يلا كلكم على ذكات الاحتياط وبب قوي ما يفرق عنده اسم اللاعب عموما ميلا النقطة من مبارتين لنتر اليوم صار أربعة يوفي مرشح نيسير ستة أترانتا فورما عالية إذا ميلا نضلع على هالوضع حتى دور الأبطال إنسان الموسم القادم عموما نروح من ميلا إلى مبارات برايتور منشستر هي أول مباراة شفتها اليوم عندي يعني نقاط سريعة وبتكلم عنها النقطة الأولى يونايتد من دون مهاجم في أربع لاعبين راشفورد ميسا ماونت برونو فرناندز وعماد هل تركيبة يونايتد تصلح نشوفها من دون مهاجم شفناها في مبارات فولهم ما صلحت لأن أنا باعتقادي لا برونو ينفع كرأس حربة حتى لو عطيتها أدوار المهاجم الوهمي ميسا ماونت المساحة اللي يشغلها يقدر يشغلها أي لاعب ثاني يعني مثلا تقول لي عبدالله ميسا ماونت يصنع اللعب نص الملعب عادي ماينو يصنع اللعب برونو ينزل يصنع اللعب فأنا أعتقد أن وجود رأس حربة لتحرير الأجنحة بمواصفات رأس حربة وهمي مطلوب في اليونايتد زيركزي كان مطلوب لأن أنا ما أعتقد أن برونو فرناندز يقدر يسوي شغوله زيركزي ولا قادر يسوي شغول درايس ميرتنز مع نابولي ولا ليونيل ميسي في برشلونة ولا كريم بنزيما ولا فرمينيو ليفربول هذين رؤوس حربة ينزلوني نص الملعب وأيضا في العمق جيدين ويعطون حرية ويكونون ثنايات ممتازة مع الأجنحة تشوف بنزيما يعمل مع كريسيانو فرمينيو يعمل مع صلاح ميرتنز يشتغل مع إنسيني فبرونو فرناندز ما عندها الميزة فأنا أفضل دايما هو رقم عشرة تحت المهاجم فهذه النقطة الأولى اللي أنا بصراحة ما حبيتها في اليونيتد إنه يبدون من دون مهاجم استحواذهم حلو يصعدون بالكرة بشكل ممتاز البيلد أب عندهم رائع بس النقطة الختامية بالثلثة الأخير شي كارثي بصراحة وما عندهم هداف حرفيا يعني يا راشفورد نحن عايش إن أنا اللاعب الشاب اللي كنت مع لويز فان غال ما دمت بيصير النجم وأتوقع راحت عليه عموما هدف أبرايتون يهمني أيضا هدف أبرايتون اليونيتد كان واقف بشكل منظم لكن أريحية إن اللاعب يلعب العرضية من الجهة اليمين غريبة ولا لاعب اليونيتد متمركز بشكل صح ما في لاعب بس ضغط قلل المسافة ليش تخليه يرفعها زين بعد العرضية ليش المساحة في جهة مزراوي كلها فاضية وين الضهير وين لعب النص وين لعب الجناح أريحية حق ميتوم كل أريحية يعني وبعدها اللعب العرضية سوء تقديل من ليساندرو ماغوير وهدف برايتون أوكي الشوط الثاني حبيت فكرة تنهق خلاص ما بي أكابر أسحب ميسون موت ودخل زيركزي وصار عندي رأس حربة ونزل نوعا ما برونو لصناعة اللعب حررت الفريق وصار يعني في فكرة حلوة بصراحة وهدف ديالو كان جميل واللي عجبني فيه أكثر هو أونانا لأن برايتون ضغطين فكرة أونانا من شون طريقتها يطلع بالكوه رائعة جدا ونانا مزراوي عمادة ديالو هدف إحني المشكلة إحني المشكلة الهدف اللي وصل صح؟ وكان من أغرب اللقطات عبدالله هو خطأ منه هل هو خطأ برونو فرناندز هل هو خطأ زيركزي هل هو خطأ قرناتشو أنا أعتقد مو خطأ أحد لو بلوم لاعب بقول المفروض قرناتشو يسجلها أكثر بعد أن أقول لا والله زيركزي اسحب ركبتك بس يا جماعة اللقطة سريعة عرضية من برونو قرناتش يعني شاتها بس زيركزي ما يمكن يسحب نفسه لأنه كان رايحة العرضية فإيه أنا بالنسبة لي فيها توفيق توفيق وعدم توفيق فيها نسبة حظ أقدر أقول قرناتشو حطها بصقف في القول يا أخي زيركزي أقدر أحطها عذار بس إيه اللعبة سريعة حظ اليونايتد أنها المسد زيركزي على الخط أنزين النقطة الأهم النقطة الأهم هدف برايتون الثاني أنزين أنت ما تعلمت من هدف الأول تعطي أريحية للاعب يلعب الكروس من القائم الأول إلى القائم الثاني ونفس الشي القائم الثاني ما فيه ولا لاعب ولا لاعب حرفيا جواه بيدرو ما حد قاعد يضايقه فتشعر أنه في بعض التفاصيل في اليونايتد مزعجة دفاعيا في عملية الرقابة والتغطية هذا ونت منزل دي لخت بعد وفيه أمور مزعجة في الشق الهجومي فيه أفكار حلوة نعم الحكم مبكر نعم ملعب برايتون صعب صعب لكن اليونايتد يحتاج هذه التفاصيل يخلص هجماته بشكل أسرع وفي الدفاع مو طبيعي معدل استقباله للأهداف في الدقائق الأخيرة مو هالموسم حتى الموسم الماضية قبل كنا نسميه فيرقيتايم الاحين مساكين يونايتد قام يستقبلون أهداف آخر الدقائق وأنا أسف على كلمة مساكين لأن إحنا المساكين ميلان مساكين مو يونايتد عموما مل يونايتد خلوه بشكل سريع على الستي الستي طبعا ما قدرت تكلم عن نتيجة لأنه هي طبيعية ومتوقعة وهالند هاتريك والحمد لله أني أنا مات فلسفت قبل بداية الموسم قلت يا ابو عباس خليك قوي واللعب الفانتسي من دون هالند ومن دون صلاح استمتع باللعبة لو أنا مسويها وهالند حاط قول على تشلسي واليوم حاط هاتريك كنت راح نجلط عموما الكلام اللي بقوله على الستي يعني شيء مبهر ما العلاقة في المباراة أنتم متخيلين أن فريق طول عمرة يصارع للبقاء ما لا اسم في الأندية الأوروبية إحنا وعينا على كرة القدم ما في شيء اسمه في فقط اليونايتد في مدينة مانشستر يبهرني المشروع مشروع عظيم جدا يعني من أيام خنقول 2009 ولا 2010 أول شيء استقرار مدربين ما شفنا عبث في التغييرات خلص مارك هيوز بعده مانشيني بعد مانشيني منو كان عنده بليغريني بعد بليغريني قوارديولا صلى الله وبارك صعب أنه يعني أنك تشوف الستي يشتري لاعب منتهي في نهاية مسيرته صعب تشوف في الستي يشتري لاعب وما ينجح الصفقات اللي ما تنجح في الستي نادرة جدا صاروا أقوياء ماديا هوية فنية جماعة الستي قاعد يبني على هوية فنية سنة ورا سنة فخلاص يحطون قائدة حتى اللاعبين الصغار يتعودون على هذا السيستم مشروع الستي مشروع عظيم جدا جدا من نادي بالنسبة لي لا شيء إلى نادي دائما هو المرشح الأول بطولات في إنجلترا احتكر الدوري لسنوات وسنوات ممكن يفوز فيه للمرة الخامسة شيء أقرب الخيال فاز بالشامز ليك تخيلنا أنا اليوم مثلا مثلا أنا أشتري أشتري ساسولو ما لا اسم وهي يهبط ويصعد ويهبط وما لا قيمة أخلي ساسولو يصارق ميلا واليوفي والإنتر ويفوز بالدوري ويحتكر الدوري وسوي مشروع وسوي هوية وأفوز بالشامز ليك أقرب للخيال فهذا مشروع الستي رائع جدا وعندي كلمة على هالند تذكرون لما تصير انتقادات على هالند وين في الممبرارة الفلانية وين في الممبرارة الفلانية لاعب منفوخ سبحان الله دائما اللاعبين الأقوياء أو رواد اللعبة أو اللاعبين اللي يبرزون لازم تلقى بعض الآراء الغريبة ما تدري هل هو بيصدع محتوى عليهم ولا هو فعلا مقتنع بهالفكرة ولا هو بس حب انتقاد النجوم لما انا راجع تاريخ الانتقاد حرفيا بالسوشال ميديا منه اكثر الاشخاص اللي تم انتقادهم بشكل قاسي ميسي رونالدو مورينيو غوارديولا انشيلوتي فينيستوس وعد من هالقائمة ولو كان السوشال ميديا موجودة والله لا يشاري شعون زيدان الظاهر رونالدو بان باستن مالديني بافل ندفد فلانو 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 ورونالدينيو ليش هذا حب حب النقد حب انك تطلع بآراء غريبة هالند تقدر تحط عليها بعض الملاحظات كيفك بس ما انا نكون هدافة بريمير ليك هدافة بريمير ليك والحين انا مبارتين عندي والله مثلا اربع هداف وماكينة اهداف مستمرة من ايام دورتموند وما زالت ما زالت المسيرة طويلة ليش دائما نحب نركز على نجم وغصب طيب نسويه فاشل انتقده بس مو بضلط تسويه فاشل يعني تلا تخلي ايرلينغ هالند غلط والله غلط عموما اراء الناس مرات يمكن حتى احنا ارانا ما تعجبهم لكن احنا بشكل عم نتناقش خلصنا خلصنا عالستي وفوز متوقع وسهل والحمد لله اني حطيت هالند بالفانتسي لاني لو ما اخذ الجرء وقلت بتفلسف وحنكة زيادة الطيور طارت برزاقها ابي اختم هالفيديو هالفيديو انا مسوي عشان ميلا انا مضايي منهم زعلان منهم ابي اختم هالفيديو على مباراة برشونة وقتلتك بالباو انا ما شفت المباراة فما تكلم عنها فنيين انا شفت اجزاء منها لان شباب ملعب بارما رفعوا ضغطي بس انا عندي ملاحظة احين برشونة عنده ست نقاط حلو ست نقاط ملعب المستاية ملعب بالنسيا وثلاث نقاط من بالباو ثلاث نقاط من بالنسيا وبالباو حلو هذي ست نقاط علامة كاملة اللي يبهرني واللي يعاجبني والشي اللي احترمه لما طالع تشكيلة برشونة اقول وين قافي مموجود ديونغ وينه مموجود فيتر روكي راح عقير بتيس نزيل وين قندقان والله راح الستي اراوخو وينه والله مموجود نزيل وين داني اولمو لحي ما تسجل طالع التشكيلة والله العظيم شفت التشكيلة تشكيلة الاحتياط ما عرفت منها للعبين منو هذي اللاعبين نص اللي اللاعبين شباب اللي بنص الملعب واحد كسادو ولا برنال شوان قاعد تفوز معاهم ها احنا فلسفة لماسية احنا رغم الظروف نطلع لك كبارسي نطلع لك يا مال نطلع لك فلان فبراظو عليهم في نقاط ايجابية انا قاعد اقرأ الحصائيات الحين ليفا هدفين مع فلانسيا او ضد فلانسيا وهدف مع بلباو ومساهم بشكل ممتاز وفلك بعد المبارا يقول هذا هذي نسخة ليفا العظيمة رجعت فبشونة مو بتشكيلة مثالية ولا بوضع مثالي وما اخذ ست نقاط بداية محترمة جدا عند عفن اداري مو قادر يخلص منه ومع هذا بالملعب قاعد يصارع ويحارب ويقاتل ويحاول يطلع لك نجوم ويحاول يطلع لك لاعبين رغم الظروف فبرافو انا شفت لمحات من مبارا شفت لمحات من رافينيا اللي كان جيد شفت لمحات من يامال اللي ما زلت اؤمن انه هو النجم الشباك القادم على مستوى العالم وليس على مستوى برشونا فقط وهذا امر جيد ما زلت اشوف ان برشونا قادر انه يحافظ على التجانس كلمة التجانس خصوصهم من خلا اكلمكم كواحد يعاني من الامور الدفاعية تستقبل هدف من بلانسيا وهدف من ملباو فقط سواء من كرة ثابتة ولا من بلانتي عادي جدا امر طبيعي فبرافو برشونا بداية جيدة الاهم ان الفريق يكون مكتمل وان عرف ادوار اللاعبين بشكل اوضح ويكون في بديل حق ليفا وممكن مستوى الاجنحة يرتفع اكثر مع عودة المصابين مع تسجيل اولمو فمبروك جمهور برشونا سعمحون يمكن ما اعطيكم انا دايما نحككم لان وقت لهم مبارا يصادف استوديو دوري طالي او مباراة ميلا هذي كانت حلقة فضفضة بس ع السريع ودعواتكم من بالفانتسي هيب النقاط لان صار لي كذا سنة قاعنافس على الهبوط شوفكم على خير في امان الله اشتركوا في القناة